يسعد صباركم نصحتنا لهذا اليوم هنحكي عن الثوم أنا عارف الثوم لما نحكي صيرت الصبح رح تتقففوا منه ولكن اتذكروا انه الثوم كان اسمه عسل الفقراء كان في احدى الولايات في فرنسا قبل اكثر من مائة عام كان اصيبوا بمرض الطعون فمات كتير من هذه القرية او المدينة فالحاكم قال بنا ندفن الموتى فقالوا له افضل شي انه احنا نجيب المساجين منه بيدفنوا الموتى ومنه هما كمان بموتوا وبالفعل جابوا المساجين وخلوهم يدفنوا الموتى ما قال لهمش انه مصابين بالطعون لكن رجعوا له اربع مساجين بحالة جيدة فاستغرب وقال لهم انتوا كيف عايشين لحتى الان انتوا المفترض ميتين لانه انتوا نقلتوا ودفنتوا مرضى مصابين بالطعون فقالوا له احنا كنا بنداوم على تناول الثوم بشكل يومي فالثوم هو عسل الفقراء ولكن ياريت ما ناخدوش على الريج نقطع الثوم وناخدو بعد الافطار اشتركوا في القناة